حاسة الجلد البشرة هذه هذه البشرة وجنبها الشفتين الشفتين فيها ثلاثة طبقات شوف لذلك هي رقيقة جدا جدا لأكلك وابتسامتك والكلمة الخفيفة البسيطة يعني خلينا نقول لكم أبيات غزلية أنتوا شباب هذا عمر أبو ريشة مرة طالع في الطيارة وهو طالع في الطيارة جلست بجنبه وحده بنت حسناء جميلة فأي بيكلمها وبتكلمه فقالها في بيات شعر نختار منها كذا أبيات يقول طبعا هو قاعد يكلمها أنا ما قاعد أوافق على الفكرة بالضرورة لكن أنا قاعد أتكلم أنه الواقع عمر أبو ريشة يقول فهما قاعدين يتكلم يقول فابتسمت لها نحن جابها في بيات شعر يقول فابتسمت لها فابتسمت وأجالت فيها الحاضن كسالة تعرفش أحاضن كسالة يواحد طول كذا يطول فيك تبدى رموشه كذا تهدأ تهدأ زي الكسلان ها طول فيها كذا برواقع وأشالت فيها الحاضن كسالة كل حرف زل الحرف اللي زل مش الكلام لا الحرف بس كل حرف زل من مرشفها نثر الطيبة يمينا وشمالا يقول لك يا عم دي هي بس قاعد تتكلم كلمتين فأنت هذه جاي ليش تأطي مشاعر حلوة يا أخي إذا أنت بهذه الرقة والله خلقها بهذه الطبيعة وهي ثلاث طبقات لكن البجوارك هنا اللي هو الخدين لا الخدين في 17 طبقة الطبقات هذه عشان بعض الأحيان تبقى تكون ريش حازم ليش سويته كذا ماينفع طول وقت تضحك ليش سويته كذا لا ما تجي فأنت تكون كذا شكل عشان تناسب وبعض الأحيان آه براف والله وفقكم وتمام السبتعشر عضلة وقت ما تحتاج تنشف شوية تنشف وقت ما تحتاج تحركها تقوم تضغط السبتعشر وقت ما تحتاج تحركها تقوم تضغط تضغط بهذه الطريقة الله خلقها فأنت في داخل الفم هذا ابتسامة كلمة طيبة اختيار عبارات ولطالما أننا في الفم عندنا اللسان اللسان فيه تسعة آلاف نتوء ذوقي تستطيع تتذوق كل شيء يا شيخ طعم الملح وأملح من الملح بمجرد بعض الأمهات خلاص انتهت هذا ما تنفع الآن تشوفوا مسابقات الطبخ يعني على طول كده من الريحة ويحط لسه يقول لهم الحلاذوق خذ لك يعني ملعقة كاملة يقول ما احتاج يا عم الطبخة دي غير الطبخة هذه الشربة هذا الرز هذا كده يقول لك يا أخي أنا من الذوق الأولي أستطيع عرف حطيتها النكة ولا ما حطيتها أستطيع فعلت كده ولا كده يأخذ قطع من الدجاي يا شعر يا المحلال ما حكم تسعة آلاف نتوء ذوقي الله خلق فيك جماليات هذه الجماليات عشان تحركها مش الجماليات عشان تسكنها ما عندك غير مشاكل ما عندك غير كلام صاخب ما عندك إلا توريط الناس طول الوقت هم متشنس جدا لا نتعلم نتعلم التغيير موجود لكي تغير مش موجود كلها هيكلة لا موجود لتحرك هذه الأشياء من اللطائف وانت قاعد تتكلم عن حركة اللسان شوفوا كيف الكلام الإمام أبو حنيفة الإمام الكبير العظيم إمام الفقهاء وكل الفقهاء عيالهم على أبي حنيفة جانب ديني إيماني أبو حنيفة ماشي في الشارع في الليل وكان فيه أولاد قاعدين يلعبوا وهو في الليل يقعد يقرأ يستفيد وتعرفوا زمان ما عندهم الكهرباء عندهم زي اللي يسموها السوريين النواصة اللي هي زي الشمعة الصغيرة جدا فواحد من الأولاد هو ماشي قال آه هذا أبو حنيفة الذين لا يناموا الليل يقوموا الليل هو ما كان يقوم الليل هو كان يقرأ ويستسلى وكذا فهذا الطفل يقوله صاحبة هذا اللي يصلي الليل طول الليل عشان كده لم يشغاله فسمعه أبو حنيفة وما كان يفعل ذلك بدأ بعد ذلك يصلي كل يوم الليل ركعتين لله أربع ركعات فسألوه مرة قال ما كنت واضب على صلاة الليل إلا بعد كلامي هذا الطفل قالوا وليما قال حتى لا تحسب عليه كذبة حتى لا تحسب عليه كذبة لأنه قال هذا الرجل ما شاء الله اللي دائما نصلي بس أنا ما كنت أصلي عشان ما تنحسب عليه كذبة يشأ رح أسوي أروح أستمر أنا في قيام الليل شوفوا الكلام اللطيف الجميل